موسيقى خلقت حسب ما هو ثابت من ملاقظ دياد ها هو انني خلقت نار 14 فبراير 1943 بمدينة مالاقا حيث وقعت جيلي في وزارة العدل نصبني داخلية وزارة الداخلية ما عنداش تك الهيمنة اللي عند الداخلية في المغرب كذلك في الولايات المتساحدة ما موجوداش وزارة الداخلية ما كيناش وزارة الداخلية كانوا حلوزات الداخلية مكلفة بلايب بارك الحدائق وبالهنود القبائل ديال الهنود ومثلا في فرنسا قيمتها ماشي كبيرة بزاف كانت نصق ما بين قوات ديال الامن ولكن يمكننا نقول ان السعلمات والمخابرات في الرئاسة ديال الحكومة في فرنسا فمليكن ديال الحالة المدنية تشي بلاد ما عادي الحالة المدنية الوزارة الداخلية قالها الوالمغرب لانه في المغرب فعاد الاستعمار فين تخلق المؤسسة ديال الحالة المدنية وتنظيم ما يثم الترب الترب الوطني ما كانش وزارة ديال العد في المغرب ديال اشكالية ما كانش عمرهم ما كان عنا وزير العد حتى جيال استقلال كان الرئيس الأول ديال محكامة السينا في ديال الربط هو الذي يمثله وزير العد فعاد الاستعمار باشده قليل الليك يعرفها هدا علاش المغرب ووزارة الداخلية هده كانت عنده شؤون لذا فرنديجان شؤون الداخلية كانت عنده السلطة واهمية كتر من وزارة العد ولكن في المجتمعات وفي الدول طبيعية وزارة الداخلية واحدة وزارة ثانوية تقريبا مقلت كتتقابل الحدائق ليه ما بغيتش نقول كلمة أخرى باش أو تاني ميضمنوش بأنك بغيت نحقار وزارة الداخلية هي في حداتها ماشي شيء وزارة مهمة في حل الشؤون الاجتماعية اللي كيكونوا الأساس على المالية في جميع الدول الديمقراطية عندك جوج دي المؤسسات صحح المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية أنا الأساس دي الرجلين دي الوحد الدولين اللي كتتمشى أنا كنستغل الفرصة باش ندوب ماشي لأنني أنا تانوي بالنسبة المفاهيم العالمية ففي وزارة العد كان الحالة المدنية وتسجد تحت رقم 280 محمد زيان مارتين هاتشي كنتي تشجلتي في السفارة دي الميكسي لا هاتشي في اسبانيا في مالاقة 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 ولكنه كانت هيتلر كان مسيطر على أوروبا وبالتالي فرانكو كان حاليف فعلا حاليف ديال هيتلر كان مسيطر على أوروبا لم يكن يهربوا ونقولوا كانت وجود منفى اسباني إلا في أمريكا اللاتينية حتى في الوئة المتحدة ونحسبوا أمريكا الشاملية ما كانش فيها بزيف ديال الاسبانيون وكن في أمريكا اللاتينية وهذا اللي كيجعلني انه في الخمسينات اتجلت في السفارة اسبانيا ديال مكسيك ولكن المكسيكية الدولة الوحيدة اللي بقات ما كتعترفش باسبانيا ديال فرانكو حتى لمشاف حالو فرانكو وكانت عندها السفارات ديال الجمهورية الاسبانية وكان عندها هي كدلك الحالة المدنية ديالها اللي كانت كتباء المنفيين والاسبان عبر العالم اللي ما كدوش كيبغوا يعتبروا بالحكم ديال فرانكو اللي كيعتبروا غير شرعي واسبانيا بقاتية لنعرفوا مكسيك بقاتية آخر دولة في العالم اللي ما بغت تعتار بالنظام فرانكو اللي 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 بقاتها في الاعترافية الليلة المتحيدة الليلة المتحيدة اعترفت بالوجود ديال الحكم ديال فرانكو في الفتعمية وخمسة وستين من اللي المغرب دار الجلاء ديال القواعد العسكرية داباتش العالم ديال المغرب ديال نحنا ما كنعرفوش التاريخ المعاصر والتاريخ المعاصر ما بعد الحرب العالمية والدور ديال المغرب في الحلقة الدولية اللي كان اهم مهم جدا دابات تصورو بانه الاعتراف ديال اسبانيا منطرف الولايات المتحيدة والدخول اسبانيا الامام المتحيدة كان لصيقون بالجلاء ديال القواعد العسكرية الامريكية من المغرب يعني من اللي كان وقعت الحرب ديال ديال يونيو يونيو بش حال كانت في التكليوكيتا سمن سنة كانت ساوستين كانت دونه ولا خمسة وستين ديال اسرائيل مع العرب سبعة وستين في التكليوكيتا كانت استعملات القواعد العسكرية الامريكية في المغرب ضد القوى العسكرية العربية فكانت طلب طلب وطني انه يقع الجلاء ديال القواعد العسكرية فهذا من اللي اضطر فرنسا الولايات المتحدة تخرج القواعد دياله اعترفت بالنظام ديال فرانكو وداتهم اسبانيا القواعد امريكية هو المغرب ومشاونا اسبانيا عباش نقول لكم الامور كيفاش الدور ديال المغرب في التكليوكيتا كنت انا مسجل كذلك في الجمهورية الاسبانية هذا لش انا ما عنديش جواز صفر اسباني وانا ما عندي جواز واحد والجواز المغربي ولا اتوفر على جواز اخر لانا كان اعتبر بانوح الانسان اللي كان يزير في الدولة يكون عنده جواز ديال الجنسيات وسيمة جنسية اجنبية الولاء اما الولاء الى المغرب ضعيف اما الولاء للدولة الاخرى نفق قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية